بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الرابع لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده يا جماعة هنبدأ نكمل كلامنا عن لغارتمات الجدولة احنا خدنا في الجزء اللي فات لغارتمة First come first servant المرة دي هنكمل وناخد Shortest to job first لكن أبدأ بكلامي بنقول يعني ايه Shortest to job first معناها ايه معناها الأقل في زمن التنفيذ في البروسز هي التي هي التي تخدم الأول من قبل السبيل يعني أقل فترة تنفيذ لها هي التي تدخل أولا طيب في نوعين عندي نوع عندي اسمه non-primpetive لا إجبار ونوع تاني اسمه ايه برمبتف إن شاء الله في الجزء ده هناخد النوع الأولين اللي هو مين non-primpetive طيب هديك نبزة كده non-primpetive معناها ايه معناها إن لا أستطيع إجبار البروسز على الخروج وهي أثناء التنفيذ أثناء التنفيذ أثناء التنفيذ منين من عند الـ CPU لا أستطيع إجبارها على الخروج طيب أول ما تبتدي شغل خلاص الموضوع يستمر حتى تنتهي من عملها طيب في البرمبتف لا في البرمبتف أقدر أجبرها على الخروج حتى لو هي كانت في تحت التنفيذ حتى لو كانت تحت التنفيذ طيب ناخد مع بعض non-primpetive بمثال بنقول لو إحنا عندنا جدول بالمنظر ده كده وعندك من البروسز بي 1 حتى البروسز بي 4 الاريفل تايم بتاعهم زي ما انت شايف الجدول 0 2 4 5 البروسز تايم 7 4 1 4 بيديك الجدول بيديك الجدول زي ده كده وبيقول لك إيه بيقول لك لو سمحت لسمي لنا جونت شارت احسب الـ Average Waiting Time واحسب الـ Average Turn Around Time لكن بطريقة أجمع Non-Primpetive Shortest Job First طيب تعالوا نطبق القاعدة بتقول إيه بتقول إيه الأقل في البروسز تايم هو اللذي يخدم الأول بص على جدول كده تفتكر مين أقل في البروسز تايم في الجدول هتقول لي بي 3 صح ليه لأنه إيه ربي كام بروسز تايم بتاع بكام بواحد طيب لكن في مشكلة بسيطة قدام إيه هي إن بوقت 3 هيصل عند الثانية كام أربعة طيب الثانية أربعة يعني أسيب الـ CPU شغالة وانت تنتظره لغاية الثانية أربعة لا طبعا مش منطق إحنا اتفقنا إن إحنا عايزين نعمل الماكسمايزيشن للـ CPU Utilization صح يعني إيه يعني أستغل لوقت الـ CPU أقصى استغلال طيب الحل إيه بيقولك أوكي طبق القاعدة وكل حاجة لكن لو لقيت واحد جه بدري قبل منه دخلوا الأول زي مين بصك على بي واحد كده قدامك بي واحد جه عند الثانية كام صفر مش كده بي واحد أنا معاك البرصة بتاهم بتاعه كبير ده سبع عيون الطايم ولكن هو اللي جي الأول هو لما جينا فتحنا النظام كان هو اللي وقف قدام الباب مش كده جه عند الثانية كام عند الثانية صفر إذن هضطر هدخله الأول أو ما قال كده بي واحد يقعد من الثانية صفر حتى الثانية كام آه آآ سيبه يخلص شغله كله عند الثانية سبع يعني إيه يعني يفضل يشتغل من الثانية صفر لغاية الثانية سبع آه يشتغل طب بالرغم ان عند الثانية اثنين واربعة وخمسة كان في جه ناس أقل منه في البرستايم آه بالرغم من كده معي إذن طالما هو جي الأول ها وفي طريقة النومبر انبيتيف لا أستطيع اجباره على الخروج طالما مسك السي بيو وعمال يتنفذ هناك وما قدرش هتبرع الخروج طيب طب بعد كده بعد كده بقى رتب على حصف الأقل في البرسط طيب يعني الأقل دلوقت هو مين عند الثانية سبعة لاحظ انه الكل وصل ان بي اتنين وصلت وبي تلاتة وبي اربعة كلهم كانوا وصلوا عند الثانية سبعة ولكن أصبح دلوقت الأقل هو بي تلاتة مش كده أهموا قعدوا من سبعة لتمانية واحد سكنت يا ليه مين لاحظ ان بي اتنين وبي اربعة كلهم برسطايم بتاعهم باربعة بس بي اتنين جيل أول أدخل بي اتنين لأول طالما هو جيل أول طالما إذا تساوف البرسطايم أدخل لجيل أول يا ليه مين يا جماعة يا ليه بي اربعة طبعا لو احنا تتبعنا الأرقام هنلاقي ان بي واحد تنتهي عند الثانية سبعة بي تلاتة تنتهي عند الثانية كام تمانية لأن البرسطايم بتاعه بواحد سكنت البي اتنين تنتهي عند ايه هي واق عند الليون الطايم اتناشر ويبقى اربعة انتها عند كام عند ستاشر. جميل. طب عايزين نحسب بقى جماعة الاورج ويتنج طايم. طيب نمسل كل بروسز ونشوف انتظرت في النظام قد ايه. طيب نمسل كده نقول كده الويتنج طايم الويتنج. يلا تعال نحسب نحسب كده مع بعض. البي واحد انتظرت فترة زمانية قد ايه صفر. ده اول ما جات دخلت مش كده. طيب بي اتنين انتظرت فترة زمانية قد ايه. طبق القعدة. طيب القعدة بتقول ايه احنا عارفينها. ليه ايه 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 صح. البداية. ناقص الرايفل. جميل. طب الستارت بكام يا جماعة للبي اتنين. بي اتنين بدأت امتى. عند السنية تمانية مش كده اه اقول تمانية. ناقص. الرايفل طايم بتاحها بكام بي اتنين يعني بكام بستة يونت طيب. طب بي تلاتة يا شباب. ها. وصلت عند السنية كام? ها. صح. وصلت عند السنية اربعة. والستارت عند السنية كام? ها. صح بروفو عليك. البي تلاتة. الستارت بتاع عند السنية سبعة. بقى سبعة ناقص اربعة. يعني بثلاتة. طيب البي اربعة يا جماعة. ها. الستارت امتى? فيها عند اتناشر صح? ايه شايفين ايه. بدأت عند السنية اتناشر. طب والاريفل طايم بتاحها بكام? مظبوط خمسة. يعني كام? ها. سبعة. الاورج اقول كده. صفر زائد ستة زائد تلاتة زائد سبعة على عددها. كام بروسس اربعة? جميل. يعني بكم سانية اربعة سبعة? او اربعة يونت طايم على حسب من نديك في المسألة ازا كانت بالسانية او ايه? او نقولك بس يونت طايم. جميل? طيب. نحسب هنا ايه يا جماعة? ها? نحسب مين? اللي ايه? اللي ايه? التيرن اراوند. تيرن اراوند. يلا. بي واحد انتهت امتى? ها? بي واحد انتهت امتى? انتهت عند السنية كام سبعة? مش كده? فنش عند السنية سبعة. طيب نكتب هنا فنش هاي. فنش. انتهت. طب الاريفل طايم بتاحها بكام ماقص? الاريفل طايم بتاحها. ها? فعلا صفر. يبقى ازا بسبعة. طب ايه? ها? الفينشنك؟ ناقص مين? يناقص الاريفل. ها? الفينش فين عند البيت 2? شو بيت 2. ايه انتهت عند السنية اتناشر. يبقى اتناشر. ناقص топايم بتاحها بكاما جماعة? ايه اوه? صح. بيت 2. يبقى اتناشر ناقص اتنين باعاشر. طب بيت 3. ها? يلا جماعة. بيت 3. مظبوط. نقول الفينش ناقص الستارت. بيت 3 انتهت عند السنية كام؟؟ 8. نقص الستارت بتاعها بكام باربعة يعني الكلام ده بكام باربعة طب بيه اربعة يا جماعة صح الفينيش بتاعها بكام بستاشر طب نقص نقص ايه نقص ايه الريفل بخمسة يعني فضلة قد ايه في النظام حداشر يونت تايم المتواصل طبار عن ايه بقى سبعة زائد عشرة زائد اربعة زائد حداشر على عددهم عددهم كام ايه ايه الكلام ده هيساوي كام يا جماعة هيساوي هنا تمانية منطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته